وفق مجلس أمانة العاصمة على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 سنة 2014 بشان تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية والمرفوع من وزير الأشغال وشهون البلديات والتخطيط العمرانية المجلس أوصى بضرورة إدراج كل من هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة النفط والغاز إلى عضوية اللجنة المنصوصة بتشكيلها في المادة اثنين من القانون برئاسة وكيل الوزارة المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إضافة إلى تعديل المادة رقم 7 بضرورة أن تكون جهة التظلم مختلفة عن اللجنة المشكلة كما وافق المجلس على تعديل مقترح قرار بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق أمانة العاصمة ما إذا لا يجوز ممارسة حرفة البائع المتجول في حدود دوائر أمانة العاصمة إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة في أمانة العاصمة وافق المجلس على تغيير تصنيف شريط العقارات الواقعة بمنطقة توبلي وتعديل المخططات التفصيلية لمنطقة توبلي الكورة على أن يتم تعديل وضعية بعض العقارات ونقل موقع محطة الكهرباء الرئيسية إلى الموقع الجديد بحيث تكون في موقع وسطي يخدم العقارات المحيطة بشكل أفضل ترجمة نانسي قنقر